اشتركوا في القناة 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 ربنا بس يقدرنا على رد جميلك جميل إيه؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ دي سلامة أبو السباع بالدنيا وما فيها يدوم يا أبو المجدع أنا بقى هنزل أجيب كده شوية عصير عشان دكتور ألازم تكتر من السواد والنبي ما تكلف نفسك يا عماد بعدين يا عواطف كله على الله يا أبو عبد الله ونعمة بالله يعني إحنا ساعة الشدة لا نلاقي سعيد ولا نلاقي عبد الله وانت عز منهم إيه؟ هو أنا قصرت معك في حدا يعني عجبك حلنا إحنا كل يوم من اتنين لأكتر من اللهم اللي قبلوا أشمعنا في أجلي كريم؟ ونعمة بالله بصي بقى أنا حنزل أنصب الخيمة في الشارع كان نفسي أطلع من هنا على شقة بصة أمر الله خليك أنت مرتاح هنا يا اسماعيل ولما تشد حيلك أخوي بأنزل أنيسنا تحت طب وإيه شو موعدت هنا؟ عشان الدكترة في المشتشفى قاله أنت ملكشي البهدل خليك أنت مرتاح هنا وأنا كل يوم هطلع أديلك طلباتك طب ما نستنى لما شد حيلك وننزل كلنا مش هينفع اسماعيل واللي عماد حيفتكر أن أنا برجع في كلامي وبلعبه زي كل مرة مش هينفع أبايا نستندل معايا يعني بعد كل اللي عملوا معانا بصراحة قطر خير والغاية كده كفاية علي قوي تعمل إيه يا عواطف؟ أنا عندك المتش يا أمان وقلتلك حسيب الشق يعني حسيب الشق طب والراجل العين ده يستحمل قاعدة في الشارع ما روح منك بقى خلي عندك لغات ما شمي نفسه وبعدين ينزل يقعد معانا ما ينفعش يا عواطف اللي بتقولي ده والله قص يبقى رزق ورزق على الله هاعمل إيه؟ وإنت بصراحة كفاية عليك لحد كده ما عديك العيب كمان مش قصدي يا عواطف ما ينفعش بعد اللي حصل إسماعيل ده أسيبكوا داته في الشارع أنا قدمت على شقة في المحافظة وإن شاء الله كلها خمس عشر سنين واستلمها ولي والله؟ أو والله بجد من الشزاء يلي أنتي بتقولي ده يا عواطف؟ يلا ليه محكتك وطلع عودي جنب جوزك فوق يلا محبة على قلبي عماد بس بقولك إيه؟ أنا لو طلعت وقعدت الله أعلم حمشي من عندك إمتى؟ عايزك تفكر كويس عشان ما ترجعش تقولي يا ريت اللي جرى مكان أنا عارف بقولي يا عواطف طلع عودي جنب جوزك في الشقة رجع نفسك يا ابن الناس اللي ليه في نصيبها يكون اللي ليه في نصيبها يكون ترجمة نانسي قنقر يعني ايه؟ كل واحد فينا منزقة يا عماد؟ دي اخرتها؟ ما قدرش ربطك معايا اكتر من كده الحكاية كده مش نفعل تقلب ايه يا عماد؟ الدنيا خلت بينا احلى الاتنين بس انا مش هسيبك يا عماد ما انتي لو ما سبتنيش بالرضاكي هبكري همك هيخلوها غصب فمشيها كده احسن يا سيدي لما يبقى يخصبوا علي يبقى يحلها الف حلال بس انا مش هسيبك يا بيت تفهمي انا اتربطت في اسماعيل وعواطف وده لا بخاطر ولا بخاطرهم خلاص نتجاوز ونعيش معاهم ومش فيه قوضة مقفولة انتي تماغك دي ايه جسمة؟ بقولك مش هينفع مش هسيبك يا عماد انتي مجنونة يا بيت الناس دلوقتي ينسوا موضوع الكليب وقال في مين يتمناكي واقول لهم سلامة سلامة مين ده لانا اتجوازه؟ سلامة يا رجل طيب وابن حلال طيب لنفسه يا حبيبي مش ليا انا خلاص عرفت اني ناصيبي معاك مش هتجوزك يا عزة مش هتجوزك هو هجواز بالعافية اه بالعافية وخزمي لعنك هتجوزك سكول كاليترا حمادة مش كده؟ يا هوت الله انت مصري؟ امورنا باشا مستر جورج موجود؟ او موجود بس من ساعة مبراته توفت وهو حاجته صعب ايه طب موك توصدني لي؟ اه طبعا صد صد لفاني استاذ الشام عايز حضرتك عام جورج جامار جوبا بعتونه جورج جامار جوبا جامار جوبا دابتان ديت اه اصلافنا 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 طب ما شا عايزين شو هتشاوى القهوة؟ شوكرا حمادة كلمتين بس مع مستر جورج ومشيينها بتطول بس انا فرحنا قوي بوجود حبابك معاينة يعني انا بس كنت عازل ساقزينك لما تخلص تحاني اتكلم مع بعض شوية اه هاجيلك مرة تانية المرة دي مش هينفع هستنيك ان شاء الله وصفحتنا ميديم تيش دروام؟ اندر تيش شردينها تاوندودام يخبروط ممبرش عشان كده انا قيلك النهاردة حيلك من اي كلمات تتعلي اما انا ما اعرف اقولك يا عمد ابني ساني اصلاك نتاخذ نشاني من بقى لك سانة داخل خارج علينا تحرف ان اسماعيل وعاطف قاعدين عندي في شقة وكل ما اقول اسماعيل يا ابا كويس وحالته ما تتحزن تبقى اسوأ من اليوم اللي قابله عشان كده انا شايف اني حرامر بتعز معايا كل ده هل فهمت اي ابا في الدنيا يتمنى البنت هاريز زيك راجل جدع وشهم سودة نصيحة مني حتى الجدعنا لازم بالها اخر اللي انت بتعمله ده هتبقى نتكتون لك تضايها نفسك عشان خطر غيرك نصيب يا اسطح مش حتى ياخد اكتر من نصيبه سلام انست وشرفت مش حوصيك عماد عزة دلوقتي مش خطفتك يعني لا كلام ولا حتى تيرمي عليها السلام تعرف سينت الناس ما بترحمش ديك عندي كأني معرفهاش ربنا اضطرني على كده وده امات على فكرة انت جدع جدع لو اشتركوا في القناة 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 استغفر الله عزي المرأة هو أنت مصر يا بيت الموتين أنقص عم يا با مش طيقاء أعمل إيه أتجاوز بالعافية لو رياحك تجاوزني وهتغزبا عني فاشتوره شرطي يا حبيبتي يا حبيبتي لو استفاد لراجل كسيب ومعه إرش يا واخد الإرش على ماله يا بيت فيه إيه أنت بتغلطي بالناس ليه هو لازم يعني الراجل يبقى حلو ومسابسب وشعر أصفر وعنين خضر عشان يتجوز في الآخر الراجل ما عيبوش اللجيب لو كان يرديك تغضب ربنا وتجوزني غزبا عني مش يقول غير حسب يا له نعم الوكيل انت بتحزبني على يا بنت الكلب انت ومي يلا بلاش شلت هدف انت زيت من لقمتي يا با استغفر الله العظيم يا رب يا بنتي يا بنتي يا حبيبتي أنا العمر بيجري بي ونفسد طبن عني يجي في بيتك قبل ما موت وبعدين انت فسخة اخطوبتك من اللي اسمه عمد يبالك يجي سنتين دلوقتي وكل ما عريس يجيلك ترفضي وخدي بالك كل ما بيمر يوم العريس اللي بيجيه أوحش من اللي قابله ومعنين ما سدقنا اني جالك واحد كذيب عشان خطر يا عزك عشان خطر أبوك يا حبيبتي فكري فكرت يا با ومش عايزة فضل هقبوس ايدك مش عايزة فضل قلاص غوري غوري جاتي كدهية كدهية كلكم مالكوش في الطيب مصيب فجأة حسيت ان انا السبب في موت نيرفانا لما كانت قداما مكنتش حاسس بيها لما راحت بدأت تحسي بالذان بقى وحشة ايه الرماسية دي انا عمري ما كنت رومانسي انا طوله عمري مايفرقش معايا بس مش عارف هنا بدأت تشوف حاجات رفاية عجوة البنادنين في مصر الزحمة والشغل والجاريو على المصلحة بيخلوا الناس ما يشوفوش بعضيه انما هنا اكيد انت اتغيرت المهم انت ناوي تعمل ايه والله ما اعرف هشان بفكر امش واسيب البنزينة زهيئت انا بقاش فاضل فيها غير الاكل والشرب والنوم ودموع عم جورج ما نصحكش جورجي بيحبك قوي وانا كمان بحبه بس ازهيئت بدأت احس زي نيرفانة انا حسنا محبوس انا وقالك ايه اصبر شوية وبعد اخد اي خطوة بلا ما اتشورنا احنا اكيد هنبقى اصحاب يا ريت يا شامي انا هنا وحيد ومخلوم مفيش حد فضفضل عشان كده فتحت معاك كلام على طول امي يا عماد اكتب دلوقتي علي عند اي مقزون انا مقدرش اعمل فيك كده يا عزة ناس تقول ايه بس ابو يا رسول الفسفي جوزني القسطة فضل وانا خلاص ما عنديش اي حج ارفضو بيها بتجوزي يا عزة اخص عليك يا عماد هنتعليك العشرة دول اربع سنين يا اخي انت لو مربي كلبة مش هيهون عليك تسربها زي ما انت عايز تسربني كده ربنا يعلم انا بتعلق بيك قد ايه بس هعمل ايه يا عزة نتجوز نتجوز يا عماد طيب اه اديني فرصة افكر وبكرا هرد عليك هتنسى عايز تفكر يا عماد مش هفكر فيك انت هفكر في مخرج من الحفرة اللي انا وانت واقعين فيها دي كأنها حاجة جديدة يعني طيب بصي انا بكرا هروحت لبناء للودي الجديد ولا شمال سينة هناك بيدو شوء للموظفين اذا وفقوا هطلع من الشغلة على بوك طوالي وكنت فين الفكرة دي من زمان واحد زميلي في الشغلة شرع علي بيها هجرب حظي وربنا هقدم لي فيها الخير يعني يا براهيب يعني اخوك مات يا حبيبتي لا دي مجرد ورقة هنعمل بها اعلام وراسة عشان المعاش شهادة وفاة؟ يعني اخوك مات يا حرقت قلبي يلا يا ماما حمادة بقاله اربع سنين ما نعرفش عنه حاجة انت لسه فاكرة الصح اني طلعلك معاش انت واختي معاش ايه ونيلت ايه؟ تقوم تروح من ورايا تطلع شهادة تقول ان اخوك مات الحين يا حرية الحين يا دناية دماغي بتغلي في ايه ماما؟ اه ماما؟ انت عملتين هي يا براهيب حد قالك حاجة؟ انا عندي اشيل طوب وزلط على راسي ولا امسكش في ايدي شهادة زي يدي اعلى دا طب يعني انت مش كنت تقولها قبل ما تعمل حاجة زي دي يا براهيب مش شايفة عاملة في نفسها ايه؟ يعني هي كانت توافق؟ انا مش عايز لحاجة مش عايز لمعاش هتقولي ابني اجيبهونك منين بعد اربع سنين هتقولي ابني هتقولي حمادة حمادة اللي ربيته وشيلته على ايدي لحد ما كبره وبقى راجل هتقولي ابني ايه دي يا ماما والنادي ما تعملش في نفسك؟ بس! ابقعدوا عني انا مش طيقاك ومش طيق حد ومش طيق اروحي هتقولي ابني يا حبيبي يا ابني يعني انت عاجبك اللي انت عملته ده؟ ما تتنايل انت كمان انا لسه عملت حاجة هي لسه فكرها هيرجع يا سيدي هي عندها امل يجي منين الامل؟ يجي منين الامل؟ يجي منين الامل وهو بقى له اربع سنين محدش يعرف عنه حاجة عشان هي امه افهم هي امه بل امه بلاخته الواحد لازم يشوف الدنيا مش يعيش في الاوهام مكان ذهب اي اي امهوا بنامك او اي امهوا؟ اشتراك 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 امهوا بنامش اما تنزل امرحب همو بنامش ابيتوا ايام امهوا ب faux اتما تنزل لا تسهو بيش تباً حاك علينا عمال احنا السبب في اللي انت فيه مش عارف اللي انا عملته صحة ولا خلط بس انا دلوقتي مستريح انت ابتتحك علي نفسك انت مش مرتاح مما اقدرش انك ترين انا بحبها مش بتصور حياتي اللي اقيها من غيري بس انا دلوقتي مرتاح واجه عن ساعة ولا كل ساعة انت محترم اوي يا عمال ولازم عازك كن بتقدرك انت بتقدرك اه انت توست عالجرح اسمعيل اللي عارف انها بتقدرني بس مش عارف سكت بتحبيني ولا لا طالما بتقدرك تبقى بتحبك مش شرط هي مقدرة اللي انا عملته علش انا وشايفاني حد طيب انت بتاوي نفسك بكلام كبير عشان ترضي روحك الحب ملوش سبب اسمعيل لو بتدت تقول بحبها عشان كازا وكازا طب ما بتحبش طب اي حاجة تانية غير الحب سيبك مننا قولي اسمعيل انت بتحبها وطفة هاة حليشر بقى انا تحبت وانت ازعلان انت بتتحك عشان حسيت بحبك ليها يا عمي شبك مننا عواطف خلينا فيك انت وعزة انت مكسوف يا اسمعيل捉ى انت بتحبها لا انا حكشيك من اي Sal, extremely Frau وام عيالي بس انا قبيرته عا الكلام ده صعب عواطف اه اه هي ناشنى شوي لماذا؟ لماذا؟ نشفة كثيراً بس هي معذورة الدنيا عملت لاطن فيها من زمن قوي هي حنيينة بس على طريقتها بتحبها اسمايل؟ صدق ساعت بحيس ان انا بحبها اكتر من نفسي مرحباً على فين يا حمار؟ مخنوق مخنوق شوية يا هشام مخنوق نحس ان رجعت مصر تاني يا هشام دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ وحشة عشان بدأت احس بالظلم تاني هدوني وروني في الحبس من غير معرف طهمتي احمد ربنا النهاجات لغاية كده لولا بصمات مية كان زمانك روحت في ستين ده يا عمجودش هو اللي صعباً علي قوي ما كنت فاكرا كواد مخاربش ومدق ده لكن شكل اتخميت فيك ليه بتقول كده؟ الموليس معذور الراجل مقتول وانت اكتر واحد مستفيد من الماضي انا الخسران الوحيد في الموضوع ده قول كلام يخش المخ انت خدت كل حاجة انت بوك عايشة؟ ربنا يا الحمد ورست منه؟ الحمد لله وياطرف راح اجب ورسه اكتر من زعرك عليه؟ هدك كده تحب الراجل ده انا موقعتش على متابويه هشان النهاردة بس حسكت ان ابو امات مش اندهي لك بيقولوا حيوزعوا شواء المحافظة على اول السنة انا يسان كل شهور لك شهر اربع لا شهر سبع لما الواحد ما بقاش مصدق منهم كلمة هي اشياء اللي تعلق فيها يا عواطف قمدة امسك ايه دول يا عواطف؟ دي حتة من الف وخمسومة اللي كنت سالفاهم معلش انا عارف ان استلفتهم على بعض مس هيرجعوا لك فرط امسك خليهم معاك يمكن ينفعوا في اي حاجة ايه معماد لاوية دي ولا ايه؟ لا لا لاوية ولا حاجة انا بتكلم بجد انا مش محتاجه خد منها الفلوس يا عماد الله ربنا منفق في صورتي وهو أحب مني وأحب منها ونسد اللي علينا بقى صدقني مالوش لازمة الكلام ده احنا خلاص بقينا على واحدة واللي معاكم معايا ماهي لويتك دي اللي حتقدم ولا حط اخر انا لو اعرف حال للعقدة اللي احنا فيها واللهي كنت حليت بسناني قبل ايديا دي فهميني غلط يا عواطف انا كنت عايز الفلوس دي عشان عشان اتجوز بيها دلوقتي خلاص مفيش جواز بابلهمش لازمة انا حتى قلت للنجار يبيع الحاجة اللي عنده دي كده يا ابني انا مع العوص اليسرى ايه عشان في رب كريم وهو يفرجها من عنده سيدي اعيشها والسلام يومين بنقضيهم بالطول ولا بالعرض يكونوا زي ما يكونوا خلاص يا عمال عواطف من بكرة تنصوب الخيمة وحنزي النقاط تحت هو انا بقولك الكلام ده عشان تقولي كده انا بقولك الكلام ده من خدقتي يا اسماعيل ولا بلاش هتكلم انتو مش تعبيني هديكم سليني بدل ما اقاعد لوحدي موسيقى 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 الحقيقة السنة دي وبفضل مجهودكم قدرنا نحقق أفضل نسبة إشغال في الفندق خلال الخمس سنين الأخيرة بمعدل زيادة سبعة ونصف في المية وبالمناسبة دي يسعدني ويشرفني إن أنا أقدم لحضراتكم الموظف المثالي عن الشهر ده من قسم الهاوسكيبينج السيدة الفاضلة جليلة عبد الرحمن أختي فرحنا لأيه؟ دي حتة وراء على راحة ولا جات يعني هو أنت اللي عمرك تلاتي والناس سقفتلك وسلمت على المدير وانت بالك أبداها مرتين أنت بتسخنيني عليها ولا إيه؟ هي بس ستة كبيرة وغلبانة غلبانة؟ ده أنت يخت اللي غلبانة وانت بتكلم الحركات السهوكة بتاعتها دي هقفشت في الكسر والأول مرة من الهاوسكيبينج ياخدوا موظفة مثالية وبكرة فكرك أنها تبقى السوبر فايزر علينا أنا اللي بكرة حفكر ماما يا ماما ماما؟ أيوة يا حرية الحمد لله على السلامة يا دناي شفتي صورتك في الجرنان؟ أي ده سايح نزلوها؟ يا حلاوة دانا شكلك أمر والله يا ستة كل واقفة والفرحة باينة فعنيكي كده فرحانة صحيحة شان يا حرية طبعا يا ماما، ده أنت أول واحدة عرفها هينزل صورتها في الجرنان؟ بقيت مشهورة أنا جبتلك تلات نصف أهم يا رب حمد أشوف صورتي في الجرنان؟ وهي أرجع؟ أنت مستخسرة يا ماما أنك تفرحي قصة قلبي حسس أنه ممت ممتش زي ما بيقول إبراهيم يا ماما إبراهيم ما قالش أنه مات إبراهيم عمل كده علشان المعاش ما تدفعيش عنه يا حرية قلبي مزعان يا بنتي أنه حتى مالوش قبر روح أزوره واللي قرأ عليه الفتحة مش أنت بتقولي أنه هو ممتش هيبقاله قبر إزاي بقى؟ وبعدين بقى خلينا نفرح بكي بقى وإنت مشهورة كده حبدا وحش دعوية حرية ما بيعديش يوم غير لما أفكر فيه ما لك يا فرغالي ما كالتش ليه؟ نفسي مسدودة والأكل مالوش طعم نعم يا أخي ما كنت زمان أكلك حلو يا عنون تسلم إيدك يا عنون دلوقتي الأكل مالوش طعم ودلوقتي برضو تسلم إيدك المشكلة مش في الأكل المشكلة في أنا بص يا فرغالي أنا يا أخي أبعد طول النهار بوزي ببوزي الحيطة لا بشوف حد ولا بأكلم حد بستنى الساعة اللي بتيجي فيها عشان أفك عن نفسي نتكلم نهزر مش عشان تغمن صعبان علي يا أنات صعبان عليك تسيب الغم؟ صعبان علي يا الواد سلامة دا أنت بتنكش بقى على الغم بمنكاش ماله سلامة سمعت عنه حاجة وحشة كفالة الشر ما أنا عارفة صرت ابنك دي ما بتجيش غير وراها القرف والمشاكل يا أولية إيه اللي الكلام؟ ولا أنت عاوزة تدايقيني زيادة؟ إنت لا عايز تدايقني يا فرغالي بقولك إيه؟ ما تيجي بقى نسيبنا من النكت ده ونقومني شغل أغنية كده ونرقص ونفرفش نرقص إيه يا أولية؟ بقولك قلقان علي الواد ليه عايل صغير وهيتوه؟ دا راجل وملو هدومه سلامة طول عمره معايا ما اشتغلش مع أحد غريب وحكم النفس على النفس وحش من النسعين أبو؟ ليه؟ وهيكد كل الشباب بتشتغل عند أهليها؟ ما كل الناس بتشتغل عند بعض جرى إيه يعني؟ قصماً عظماً يا فرغالي لو ما قمت دلوقتي ترقص معايا ونفرفش لحوريك أنا بقى أنك أضع الحساب حساب 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 مات ماشي ماشي يا عمل انت يا ابنتي انت ايه اللي منزلك دلوقتي؟ انا ما ينبنيش حد عايز ايه عزة الحكاية خلصت خلاص ولما الحكاية خلصت ايه اللي ما عادك تبص على ايه من الاه انا انا كده قاعد باش شف شاي سنع فيه يا عمد يا قوم دماغك اللي دايما ما اشف ساك غلط وانا هلعب بك اللي قبت بل سبتني ليه؟ انان بتحبيني ورأي اني سبتني ليه؟ انا قلت لك مهرب من اتجوز عشان ما ينفعش يا عزة انت دفع عنك وعن سمعتك وفي الاخر على غمطها في الطين بتين ايه ورامل ايه؟ جالوا بيقول علي ان اللي عايش في افلام لا بيد واسود انت اللي عايش في كوكب تاني الكلام داي فيه بي مدام احنا في الاخر مش مع بعض ايه مش فاهم حاجة اطلعي اطلعي قبل ما حد يشوفك ولا ابوك همك ياخدوا له انك نزلت كنت بتلعب بيها ايوة كنت بلعب بيك واتفضلي بقى اطلعي اطلعي قبل ما حد يشوفك لا يزام حاجة اطلعي قبل ما حد يشوفك اشتركوا في القناة 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 او اطلعي... متسماعي انكلام بقى اسمعين مش ورطي يلع عليك لام عليك ماذا كانと Ajam اشتركوا في القناة اتصلكوا اوز اطلعي nerede شباب جتصلك شباب اطلعي ماذا اطلعي اللي غات ما بيجي معاد الزيارة بتخلي الواحد يكره نفسه حاستحمل عايزة شوف عبدالله مش ممكن دي تبقى اخر مرة شوفه فيها بعض الشر عليك يا اسماعين ليه الكلام ده حاس ان الفرح اللي جوايا بيطفي لندة لندة زي ما كون انا بخلص حتة حتة بعض الشر عليك ايه الكلام البيخ ده يا اسماعين خلاص يا سيدي روح شوفه مادام عاوز انا بس ألقان عليكم المشوار ربنا قويك علينا يا عواطف انا عارف كل مادة حملك بيزيد اسماعين يا حموك في كانك ليه اواطشت مش فاضي احط اتحكتني وانا مش عايز اتحك ربنا يخليك ليه يا اسماعين ما تخلينيش اغير وجهة نظري فيك انا ممكن اتوقع ده من اي واحدة تانية غيرك يا مادام ايمان انا مغير الفوت واملايات السرير والله العظيم من غير حلفان انا لما حد بيحلف بحيس انه بيكذب علي على طول يعني انا هخاف منك ومش هخاف من ربنا اديك بتا دي تتعصبينهو انت نسيتي تعمل القوضة مش كده؟ يا مادام ايمان القوضة دي في اخر الممر وانا مش هيجا عليها قبل ما اخرج كده؟ طب خاصم خمس تيام يا جليلة يومين علشان نسيتي تعمل القوضة وثلاثة ايام عشان الرد الغير مقنع ده كتير قابل مادام ايماني وانا مغلطتش مغلطيش؟ طب خاصم عشرة ايام يا جليلة عشان مغلطيش في حاجة تاني؟ يلا روحي شوفي شغلك اتفضلي يعني ده قرار نهائي؟ انا خلاص عشام تعبت زهقت ما بقيتش قادر عايش لوحدي كل حاجة هنا بتفكرني بجورجي ونيرفانا اسمعني يا حمادة البنزينة مسبالها حلو وكل يوم بتبقى احسن من اللي قابله لسه هتنزل مصر وتبتدي بمشروع من الاول؟ يا سيدي وعلى قلة بقى وسط اهلي وصحابي وبعدين اللي سابهولي عم جورجي مش شوية هشان عايز تسافر امتا؟ عايز تسافر امبارح قفل البنزينة يرخص سعرها وصبر لغاية ما تبيع وبعد كده سافر طب شوف انا اعمل لك توكيل وانت دورها واعمل حسابك على كده واول ما تبيعها حاولي الفلوس على مصر وفلوسك اللي هنا هتعمل فيها ايه؟ انا هحولها على مصر برضو تحويل فلوس بعد 11 سبتمبر بقى صعب يا سيدي هحاول اللي اقدر عليه وانت بقى حولي الباقي مع فلوس البنزينة وانا اول منزل مصر هفتح حساب في بنك وابعتلك رقم الحساب مع رقم الفلاكس في المكان اللي انا هنزل فيه فكر تاني يا حمادا؟ انا قرارت خلاص عشان يا لهوي عشرة يام عشان قودة ما ترتبتش دي قطمة وسط صحيح لو انت صدقة عشرة يام بحلف لهوي هي مش مصدقة عيالك كله دماغك خلاص انت كمان هتزلميني يا نوسا دي القوضة دي بالذات انا فاكراها العيد فلفايت نقصان عقل خلي بالك من اكل عيشك وامشي جنب الحيط واهم حاجة لما وظفت شهره ولا غيره خليك تعرفي تأكل اولادك وانت يا اختي ايه اللي خلاك تدخلي عيشها في امه الخير مالهم وظفت الشهر بالقوضة اللي تبهدلت دي ما هو انت لو ماشي يا جنب الحيط ومش مصيطة نفسك ما كانش حسابك بقى جابت كده معك حق مادم ايمان قالتلي كده برضه طيب يا اختي روح يشوفي وراك ايه وربنا يعوض عليك العشر تيام دول مالحيا مالحيا يقول codedياز تفضل يقول example يا أموَ خرَّم عليك! لا تتلفيل علام عاربı! هلا ي общем السينة! هم beni każdy'veim! Gonna�